في الوقت الذي تشهد فيه الغوطة الشرقية بريف دمشق تنفيذ اتفاق هو الاول من نوعه بين فصائل من المعارضة المسلحة وروسيا تعرضت مناطق عدة داخل الغوطة لقصف جوي سوري وروسي اسفر عن قتل وجرح بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان وافد المرصد بان سلاح الجو الروسي كثف غاراته على دومة وزملكة وعين ترمة ومناطق اخرى جنوبية الغوطة ووفقا للمرصد فان اربعة الاف مدني خرجوا من الغوطة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وذكرت وكالة السان السورية الرسمية للانباء ان عملية الاجلاء بدأت وسيتم خروج المسلحين وعائلتهم من حرستة على دفعات في الاثناء جرت عملية تبادل معتقلين بين القوات النظامية والفصائل المعارضة حيث اطلقت المعارضة سراحة ثلاثة عشر من القوات النظامية مقابل الافراج عن خمسة مسلحين يأتي اتفاق الاجلاء الذي اعلنت عنه حركة احرار الشام بعد مفاوضات مع روسيا كما يأتي بعد تمكن القوات النظامية من تقسيم الغوطة الى ثلاث مناطق وعزل دومة التي تسيطر عليها جماعة جيش الاسلام وحرست الواقع تحت سيطرة حركة احرار الشام ومدن وبلدات الجنوب وكانت القوات النظامية قد فتحت ثلاثة معابر للمدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة الشرقية هي حرستة ومخيم الوافدين قرب الدومة وحمورية جنوبا وتصف الامم المتحدة الاوضاع المعيشية في مخيمات النزوح التي اعدتها الحكومة بانها مأساوية وتفتقر لابسط الخدمات